الفوز التال الرائع لفريق النادي الاهلي على فريق الداخلية المبتهد فاز النادي الاهلي النهاردة بأربعة أهداف مقابل هدف وحصد العلامة الكاملة تسع نقاط من الفوز في تلات مباريات واعتلاء صدارة الدوري الممتاز ولكن برضو عايز أقول لكل الأهلوية هنجيب لحضراتكم الأهداف زي ما حضراتكم شايفين لكل الأهلوية ألف ألف مبروك لهذا الفوز والحقيقة يعني وأنا بتكلم عن هذا الفوز آه كسبنا قدنا بشكل جيد كان هناك بعض الاستهتار الواضح في تنفيذ الأهداف أو لما كنت بتروح للجن كنت بتستهتر شوية قدام المرمى وده كان شيء واضح وقاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي هل ده ممكن يحصل تاني؟ ما اعتقدش لأنه الحقيقة ما قالوا مستر كولر نهاردة في المؤتمر الصحفي اللي كنا لسه سمعينه من شوية حاجة رجعتني أنا شخصيا لخمستاشر سنة وراء هل حضراتكم تتذكروا مباراة الأهلي والترجي التونسي كانت في دور المجموعات وفاز النادي الأهلي في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف هل تتذكروا مباراة الأهلي والزمالك؟ أنا ما كنتش أتشرف بالتواجد مع النادي الأهلي في ذلك الوقت لما انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بستة أهداف مقابل هدف ضد نادي الزمالك الواقعتين دول كان فيهم منول جوزيه المدير الفني الأسطوري والتاريخي للنادي الأهلي منول جوزيه في واقعة ستة واحد قال لللاعبين وده على لسان كل اللاعبين أن إحنا وإحنا كسبانين ستة كنت عايز يجيب السابع والثامن والتاسع والعاشر لأنه كان شايف أن ده فرصة وده حاجة بتبقى للتاريخ أنا بقى أتذكر في مباراة الأهلي والترجي التونسي في دور المجموعات على الدور المجموعات على ما أتذكر كانت نتيجة 3-0 ودخل فينا هدف وأصبحت دخل فينا هدف دقيقة 92 مثلا فأصبحت النتيجة 3-1 وانتهت المباراة 3-1 وفز نادي الأهلي وصعد إلى الدور القبل النهائي في المجموع بعد المجموعات وبعد كده خدنا هذه البطولة ولكن أتذكر ما فعله منول جوزيه دخل القوضة وقال إحنا بقالنا فترة طويلة جدا ما كسبناش الترجي تحديدا دخل منول جوزيه القوضة وقال لنا كلمتين قال لنا فيما معناه لعبته وحش جدا وقوقعوا تفتكروا أنتوا أنتوا عشان تكسبوا الترجي 3-0 أو 3-1 يبقى أنتوا عملتوا ماتش حلو قال كان فيه حالة من الاستهتار كان ممكن جدا نجسى بالترجي 5-6 و7 وخصم من كل الفريق مبلغ مالي باستثناء التلاتة اللي جابوا الجوان وقال ليه قال إنهم كانوا مركزين إنهم يجيبوا جوان وخصم من كل المهاجمين في ذلك الوقت مبلغ مالي النهاردة وهنا قاعد باسمع المؤتمر الصعفي وبعد هذا الفوز الكبير والرائع خدوا بالحضراتكم وبعد هذا الفوز الكبير والرائع لمستر كولر وللفريق لما سمعت مستر كولر هو بيتكلم وبيقول أنا مبسوط بالنتيجة ومبسوط بالأداء ولكن كان هناك بعض الاستهتار وكان ممكن نكسب هذه المباراة أكتر من كده الحقيقة زي ما قلت لكم كده نفس الكلمة دي تقالت لي قبل كده من 15 سنة أو من 18 سنة وبالتالي الكلمة لازق في دماغي أنا بقول لحضراتكم أنا متطمن لما هو قادم أنا متطمن لما هو قادم مش عشان الزمالك اتعادل فرقش معايا أنا اللي يفرق معايا فريقي اللي يفرق معايا النادي الأهلي الزمالك يتعادل أوكي هو هم يعني دي حاجة تخص نادي الزمالك وتخص جمهوره ولكن أنا بالنسبالي طول ما أنا شايف إن أنا عندي فريق بهذا الأداء وبهذا المستوى وعندي مدرب بهذه العقلية أنا مبسوط وسعيد وفرحان كأهلاوي والحمد لله والشكر لله يوم عن يوم بنثبت لحضراتكم من خلال كلامنا دائما الصادق مع جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير كل يوم بنثبت لحضراتكم أو بيتم الإثبات لحضراتكم قد إيه الصدق اللي إحنا كنا بنتكلم به معاكم خلال الفترات السابقة ولم يكن هناك أي تطبيل ولم يكن هناك أي تطبيل لمجلس إدارة اليد الأهلي إحنا ما عملناش حاجة خلي بقى لحضراتكم إحنا لسه ما عملناش حاجة ولكن هناك بعض الشواهد اللي بتؤدي لنتائج جيدة هناك بعض البشائر اللي بتخليك قاعد مبسوط ومستريح وسعيد ومتطمن فالحمد لله يوماً عن يوم يوم عن يوم بيتم أو بيبال لحضراتكم قد إيه إحنا لما بنقول حاجة بنقولها لأن الحمد لله والشكر لله كل اللي شغالين في هذا البرنامج عندهم ضمير وبيعرفوا يتكلموا إزاي مع جمهور النادي الآلي